النهار ده أول مبارح يعني بقى الدكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة التقى لعبي منتخب مصر والجهاز الفني والإدارة وزالك قبل الصفر إلى الكاميرون وزير الشباب ورياضة نقل لعناصر المنتخب أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابعهم ويدعمهم مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية رياضي ويؤمن بالرياضة وانتظر منهم إسعاد الشعب المصري كما نقل تحيات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وطربهم ببذل أقصى جهد الإسعاد عشاء الكرة المصرية والفوز بالبطولة ووعدهم بصرف مكافأة مالية كبيرة عند أحراز البطولة مؤكدا على متابعة القيادة السياسية لحظة بلحظة لهم دكتور أشرف كمان قال في حديثه للعبين والجهاز الفني أن كأس الأمم الأفريقية لا تقل أهمية عن السعود لكأس العالم وكل الدعم من الدولة المصرية للمنتخب لأن الشعب المصري والشارع الرياضي على وجه الخصوص ينتظر أداء جيد وأحراز البطولة وهذا أهدو بكم خاصة أن هناك نجوم كبار مثلكم حلو حلو الكلام زي ما حررتك شايفين السورة من لقاء وزير الشباب الرياضة بالمنتخب المصري حلو الدعم وحلو الرسالة أنه كأس الأمم الأفريقية لا تقل أبدا عن مبراتي تصفيات كأس العالم دي إشارة زكية ومباشرة من وزير الشباب ورد